السلام عليكم. ما عاملين ايه يا رب تكونوا في خير? النهاردة كده جايلكو باااا حالية سهلة وسريعة التحضير وان شاء الله هتقوموا تجربوها فورا. الا وهو الرز بلبن بطريقة وطعم كريمي جدا زي بتاع المحلات. يلا تعالوا معي داخل الفيديو عشان نعرف الطريقة دي ازاي خليك معي. اول حاجة انا مستخدمة نص كوباة رز مصري نص كوباة بس. النص كوباة دي هتنفش معيك وتعملك اطباق كتير جدا. ابدأ بقى حطها في الحلة بتاعتي. وانا عايزة الرز زاية كده يعني حبت الرز كده تكون دايبة دوب كده في بقك. تعامل ايه بقى? هبتدي حط عليها كوباةين كده من المية. وبعد كده انا طبعا الرز بتاعي مخصوله زي الفل وهو جاهز يعني. اا الرز بتاعك مش مخصوله خسليه كويس. وبعد كده حطي عليه المية. وبتدي تدي له كده غلوة على النور. اااااا يعني غلوة كده وبعد كده تطفي عليه. من بالليل للصبح صبح البالليل اي حاجة. بعد كده بتلاقي النص كوباة بتحتك دي نفشة وبتدي معاكي كمية كبيرة. المهم اااا هنعمل ايه بقى? سيبيها كده على جنب وتعالوا بقى نحضر الخليطة اللي هنعملوه عليه. اللي هو ايه بقى انا معايا كده نص كيلو من اللبن مع القشطة بتحت ومشاء الله عليها. هتبتدي بقى ايه كل ده على البارد في بولة حلة اي حاجة عندك. وبعد كده هبدأ احط عليها ايه بقى دي? آآ لبن بودر. آآ ده اختياري كل الحاجات دي اختيارية بس كل الحاجات دي بتعزز من طعم. ومعلقتين من النشا. آآ يعني هنحط لبن بودر معلقتين من النشا. هحط برضو آآ اللي هحط معلقة من الديق دي. يوم رايان ايوه ديق جرامي بس مش عتندمي. هحط الديق مع النشا. بتخلي بقى الا آآ رز بلبن كده الكوام بتاعه كريمي. السكر بقى على حسب الرغبة. انا بصراحة يعني ولا بحبه محلي قوي ولا بحبه عدب قوي. يعني السكر كده مزبوط. ابتدي بقى كل الحاجات دي على البارد مع اللبن بتاعك. زبطي السكر بتاعك. الا النشا مع الديق مع الكريم شمتي مع اللبن البودر. كل الحاجات دي هتعزز من طعم وتخلي طعم كريمي وزي الفل معاكي. خلصنا تقليب. بعد كده بقى كل الخلطة الحلوة دي. هنبتدي بقى ايه آآ احطها على الرز العنور. الرز ده انا خليته كده يتهري معايا. زودت عليه شوية كده من المية. لحد ما لاقي الحباية بتاعته كده مهرية. دايبة يعني. تمام? آآ هي دي الطريقة اللي تخلي ايه آآ طعم الرز كريمي وجميل جدا. وفي نفس الوقت كده آآ طول ما هو بيستوي بتلاقيه بينزل النشا بتاعه وبيتقل معاكي. بعد كده هابدا بقى جيب الخليط اللي احنا جهزناه مع بعض اللي حطينا عليه لبن بودر آآ النشا ادي السكر الكريم شانتيه كل المكونات الحلوة دي هي اللي هتخلي الطعم الرز بلبن بتاعك زي الفل. بصوا بقى الحلة اتملت ونفشته وبقيت حاجة كده زي العسل هتكفي اطباق كتير جدا وكل ده من نص كباية آآ آآ رز بس يعني ما شاء الله يعني آآ حوز على الجران كمان. ما شاء الله كان تعمة حلوة جدا وفي نفس الوقت طريقته سهلة والمكونات بتاعته هتلاقيها في قلبي في كل بيت. ممكن تشيل اي حاجة. ممكن تشيل تشيل الكريم شانتي يعني كل واحد على حسب المتوفر عنده. الفانيليا بقى دي مش هحطه هو آآ باستوي. لقى اول ما طفي عليه النار وخلاص يكون استويه زي الفل. بصوا شايفين هحط بقى الفانيليا بتاعتي بتخلي رحته في الاخر كده مفحفحة وجاي باخر الشارع. زي ما انتوا شايفين كده انتوا شايفين القوام بتاعي خفيف. لقى هو اول ما اتلاقيه بقى حاطتيه في البولات بتاعتك او الاطباق بتاعتك هتلاقيه كده خلاص بقى كريمي وحلو جدا يعني انا بحب القوام ده بصراحة آآ اول ما هتلاقيه آآ برد وخلاص والدنيا تمام معاكي. هتلاقي بقى خلاص بقى عامل كده زي المهلبية او زي الكريمة. حاجة كده تستهل بقوكو. هتقوموا تجربوها فورا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ان شاء الله ومش هتندمي. هبدأ بقى ايه احط كله كده في الكسات بتاعتي اطباق اي حاجة. جبت الاطباق دي آآ آآ دي فخار يعني ايه زي الفخار يعني بيخشوا الفرن. ده بقى هدخلوا الفرن بصراحة. قلت ايه اجرب كده اتنين مشويين كده. وآآ حطي بقى براحتك يعني وزع لي جرانك ادي حبيبك مامتك اخواتك اهلك يعني وزي كل اللي عندك تديله يا عندك الخير دايما يا رب. دولة اللي عدخلهم الفرن بدون اي حاجة هو كده بس عياخدوا لهم وش بعد كده. ابدأ زي الكبات بتاعتي او الكسات بتاعتي اول ما تبتدي تبرد كده وتهدى آآ باي حاجة عندك عايزة تحط لها سودانيا جوز الهند زبيب كاجو اي حاجة عايزة تسيبيها سادة للناس اللي مش بيحبوا المكسرات برضو مفيش مشاكل كل واحد على حسب المتوفر عنده ويا رب كده يكون عندكم الخير دايما يا رب. زي ما انتم شايفين كده ايه قدمت باقيك بشكل حالو آآ خلي بقى اللي قدامك ياكل بقى ياكل. طعمه كان لزيز جدا بقى الفة هنا وشوفها على اللي كل وعلى اللي عياكل. ان شاء الله بقى ايه استنوني بقى فيديوهات تانية كتير جدا ان شاء الله وضعوا لي اللي انا ارجع اصور تاني آآ ده كان اول فيديو اصوره بعد ما راجعت معاكم آآ بس ان شاء الله اكون كده آآ متفقلة خير كده واقدر اصور تاني بازن الله. ابتدت برضو اجيب الفزق الكداب اللي انا عاملاه معاكم كده في قلب القناة ودي بقى الرز بلبن اللي كان في الفرن بس الشكله اصلا يتاكل اكل يعني ما شاء الله عليه. في نهاية الفيديو انا استنيت علاقاتكم استنيها لايكات كتير وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة